جايين ايه بالتحادس مع بعضنا نتعلم أليس التعامل مع إجرام النظام نحن طبعا في الدفاع المدني السوري الحر نتعامل مع كل مراحل تطور إجرام النظام في المرحلة الأخيرة النظام بدأ بالاستعانة بقوة شر أسده فتكا منه مثل الروس أو الإيرانيين فكان لازم علينا نحن كدفاع مدني نقوم بعمليات التوعية مدري الدفاع المدني مشكورين الدفاع المدني السوري الحر قاموا بطبع كتيبات فيها تعليمات للتعامل مع جميع حالات القصف والألغام والقزائف لتوعية الناس المدنيين نحن كفرق دفاع مدني بتكليف من الإدارة توجهنا إلى المدارس إلى المساجد إلى الأحياء الشعبية إلى كل أماكن تجمعات المدنيين لإجراء هذه التوعية وقدمنا لهم هذه الكتيبات التي تقدم لهم التوعية وقالية التعامل مع القصف مع البراميل حتى مع الألغام حتى مع القزائف الروسية الزكية الآن مشكلة الدفاع المدني لأنه علمنا شغلات كتيرة ما كنا متعلمينها مثلا إذا جاء الطيران ننزل على الطابق التحت هنا أو إذا جاء كيميائية نطلع على الطابق العلوي أو نتجه عكس الريح